تتواصلوا الاحتجاجات المنددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مدن وعواصم عدة حول العالم وفي العاصمة الفلندية هيلسينكي نظم عدد من المتظاهرين مسيرة داعمة للشعب الفلسطيني وطالبوا بالوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار والضغط على إسرائيل للتوقف عما وصفوه بجرائم الإبادة الجمعية في قطاع غزة مزيد من المتابعين ينضم إلينا على إنترنت من ستوكولم جوناس سكوستيد العضو المنتخب بالبرلمان الأوروبي سيد جوناس مرحبا بك سيد جوناس نحن تابعنا جميعا تلك التظاهرات في الدول الأوروبية والغربية وتابعنا أيضا تفوق اليمين الأوروبي في البرلمان في الانتخابات الأخيرة هل نتوقع أن تتغير المرحلة المقبلة بناء على ذلك؟ إنني أعتقد أن هناك تغير جثري في الرأي العام في جميع أنحاء أوروبا وأصبح هناك انتقادات متزايدة للأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل وهناك تعاطف متزايد مع الشعب الغسوية الذي يعاني من أفعال الإبادة الوحشية هذه وإنني أعتقد أن هذا الضغط سنراه في الدول الأعضاء وفي البرلمان الأوروبي الشديد أغلبية البرلمان الأوروبي يطالب بوقف إطلاق نار فوري وإنني أعتقد أن هذا الطلب سيتقدم ليشمل وقف الاتجار بالأسلحة وإرسال الأسلحة لإسرائيل وحزبي والأحزاب الأخرى نطالب جميعنا بفرض عقوبات على الاتجارة الأسلحة مع إسرائيل وإذن سيكون هناك ضغط متزايد على إسرائيل لقبول صفقة وقف إطلاق النار والتوقف عن التفاوض عندما يعلق الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق الذي يدير التجارة ما بين أوروبا وإسرائيل هناك بالفعل قرار من محكمة العدل بضروري وقف عملية إسرائيل العسكرية في رفح ورد إسرائيل على ذلك القرار كان بارتكاب مجزرة في رفح رح ضحيتها بالنيران العشرات ثم بعد ذلك تابعنا استمرار هذه الحرب واستمرار الغلق معبر رفح ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزة لماذا يقبل الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة بعدم الالتزام بالقانون؟ إنني أعتقد أنه منذ البداية منذ السابع من أكتوبر هناك أشخاص غاضبون إذا وحشيت هجمات السابع من أكتوبر وهناك أشخاص انتقلوا لانتقاد إسرائيل وقالوا أنها تقتل العشرات الألاف من المدنيين في قطاع غزة مختلف البلدان الأوروبية لديها تقاليد مختلفة ولكن هناك رأي عامي أوروبي يمارس الضغط على الحكومات لاتخاذ إشراءات بحق إسرائيل ولكن نرى أن هناك نفاق من قبل بعض الدول الأوروبية هناك حديث عن القانون الدولي في الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا ولكنهم لا يتحدثون عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الأراضي الفلسطينية وهذا الأمر يضر بمستقية الدول الأوروبا ولكنني أعتقد بأن الدغوطات التي تمارس على البلدان لأن تتخذ إشراءات ضد إسرائيل تتزايد يوم بعد يوم هناك تظاهرات وهناك اعتصامات في الجامعات وهناك المجتمع المدني الذي هو خاضب إذا عدم احترام إسرائيل للأطفال والنساء والأشخاص الذين يعانون من المجاعة أو لا يتقلقون الرعاية الصحية إنني أعتقد أننا سنرى هذا الضغط على الاتحاد الأوروبي بحداته وعلى الحكومات الأوروبية لتبدأ باتخاذ الإجراءات ونتيجة لذلك سنرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل دول مثل النرويج وسلوفينيا وإسبانيا وإنني أعتقد أن هذا الزخم سيستمر والاتحاد الأوروبي سيسعى لجعل فلسطين دولة ذات عدوية كاملة في الأمم المتحدة وإذن هذا النزاع السياسي في الاتحاد الأوروبي رأيناه بوضوح في الانتخابات الأوروبية في الأسبوع الماضية وكانت هذه المسألة من بين النقاشات الأساسية في بلادي لقد انقلبت الأمور منذ بعض الوقت وهناك ضغط متزايدة لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل وهذه الإبادة التي تحصل لقد اتخذ الأمر وقتا طويلا وكان من المفترض أن يحصل قبل وقت طويل ولكن ما أراه هو أنه سيكون هناك ضغطات متزايدة على إسرائيل نعم سيد جوناس ربما نحن استوعبنا منذ فترة طويلة سابقة مسألة النفاق الأوروبي تجاه ما يتعلق بالفلسطينيين ولكن لننظر إلى أوروبا داخليا استمرار دعم الدول الأوروبية لجريمة الإبادة الجمعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بموجب قرارات المحاكم وبموجب التقديرات الحقوقية والقانونية تضع هذه الدول في موقف المتواطئ والمشارك في هذه الجريمة هل تتحمل الدول الأوروبية فعلا عبء أن يصل الوضع إلى أن تفقد واحدة من أهم مقوماتها كحضارة غربية طبعا أنني أعتقد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تخسر الكثير من مصدقيتها الدولية لأنها تتحدث مثلا عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في أوكرانيا ولكن يجب أن تتحدث بوضوح عن الأعمال الوحشية التي ترتكب في غزة وبالنسبة للقضية الفلسطينية والمشكلة الأساسية فيها التي هي الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية إن الأمر جليا تماما مثل قضية أوكرانيا وطالما الاتحاد الأوروبي لا يأخذ إشراءات إذا ذلك سيتعرض للانتقاضات لأنه يتصرف بنفاق هذا صحيح تماما أنا أوافقكم الرأي على ذلك ولكن علينا أن نرى هذه الفرقات الكبيرة التي نراها في الاتحاد الأوروبي أنا من الحزب اليساري في السويد ولقد صوتنا لواقف إطلاق النار منذ بداية هذه الحرب واليوم أنني أعتقد أننا سنحظى بالدعم من الأغلبية في البرلمان الأوروبي وهناك دول كانت ترفض انتقاض إسرائيل في السابق أصبحت الآن تتحدث علنا عن هذه الانتقاضات وإذن بشكل بطي نرى ذلك يحصل ولكنه يحصل بالتأكيد كل ما نراه في الشارع يشبر الحكومات على اتخاذ الإجراءات وطبعا تختلف الظروف من بلد إلى آخر ربما الدول اليسارية تنتقد إسرائيل بشكل متزايد أقل بكثير من الدول ذات اليمين المتطرف ولكن هناك بعض السكان اليهود الذين يستخدمون ذلك كذريعة لنشر مشاعر الإسلاموفوبيا ويتهجمون ضد المسلمين ويتهجمون على ديانة المسلمة وهذا الأمر أدى إلى انتشار النزاعات السياسية في بلد طلو الآخر داخل الاتحاد الأوروبي وهناك دول تتحدث بطريقة تدعم الإبادة التي ترتاقبها إسرائيل ولكن على ذلك أن يتوقف يجب أن يكون هناك عقوبات ويجب أن تتم محاكمة كل مشرمي الحرب ويجب أن تتوقف الدول عن إرسال الأسلحة لإسرائيل ولنتحدث بصراحة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تقع المسؤولية بين أيديهم لوقف هذه الإبادة في غزة لأن إسرائيل تعتمد اقتصاديا على أوروبا وعسكريا على الولايات المتحدة الأمريكية لذلك تقع هذه المسؤولية المحددة على الاتحاد الأوروبي وبالتحديد على كل الأعضاء المنتخبين في البرلمان الأوروبي وأود أيضا أن أطلب من المشاهدين أن يروا أن ليس كل الأوروبيين متشابهين هناك الملايين من الأوروبيين الذين يتظاهرون في الشوارع ويتعطفون مع معاناة الشعب الفلسطيني وهم لا يدافعون عما تقوم به الحكومة الإسرائيلية هذا الأمر يشكل مصدر انقسامات داخل السياسة الأوروبية والشعوب الأوروبية وما يمكنني أن أعيدكم به بأننا سنبدل قصارة جهدنا لممارسة الضغط على إسرائيل ولأن يكون هناك عقوبات اقتصادية وأن نشبرها على التوصل إلى وقف إطلاق النار وهدف وقف إطلاق النار هو الإفراج عن الرهائن ولكن أيضا الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين احتجزوا بطريقة غير قانونية وربما سيكون هناك إمكانية خوض المحادثات للتوصل إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة هذه هي الطريقة الوحيدة للمضي قدما لن يكون هناك أي نتيجة إيجابية بعد قصف وتجويع وإذلال الشعب الفلسطيني نحن تابعنا ذلك الحراك الأوروبي المبهر من الجامعات المظاهرات المستمرة لتسعة أشهر منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة والتي تصاعدت مع كل جريمة من الجرائم التي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع قزة ولكننا تابعنا أيضا ردات الفعل الرسمية والتي ذهبت في بعض الأحيان إلى طرد برلمنيين لمجرد رفعهم علم فلسطين داخل البرلمانات إلى حرمان أساتذة وطلاب جامعيين من حقهم حتى في التعبير عن آرائهم والذهاب إلى أبعد من ذلك باتهام كل من يرفع صوته لرفض الجرائم الإسرائيلية بكونه معاد للسامية هذا توجه مقلق وأود أن أشير إلى أن هذه هي مشكلة خاصة داخل ألمانيا وألمانيا لديها علاقة تاريخية مع إسرائيل ولكن هذا الأمر ليس عذرا لإسكاة الأشخاص الذين ينتقدون الجرائم والإبادة التي ترتقبها إسرائيل اليوم الحالة تختلف من بلد إلى آخر وأود أن أقول أن هذه التظاهرات تزيد وقبل بضعة أسابيع في السويد كان هناك اعتصامات في الجامعات ونرى أن هناك تظاهرات كل أسبوع في المدن الكبيرة وما نراه هو أنه في هذه الانتخابات الأوروبية كل المرشحين طلب منهم بشكل خاص أو سؤلوا بشكل خاص هل ستتخذون إجراءات لممارسة الضغط على إسرائيل هذا الأمر أصبح مسألة سياسية كبيرة تطرح وربما قد نترقب أن نرى ذلك أيضا في انتخابات الجمعية الوطنية في فرنسا سيكون هذا موضوع أساسي والأمر لا يتعلق فقط بالأشخاص الذين لديهم أقارب في فلسطين نرى أن هناك أشخاص في الشارع غاضبون إذا هذا العنف وهذه السلوكيات المتهورة من قبل الحكومة الإسرائيلية التي تواصل قتل الأشخاص يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع ليس هناك عذر لتأخر الحكومات الأوروبية لاتخاذ هذه الإجراءات ولكن علينا أن نكون واضحين هذه الضغطات موجودة وهي تتنامى وسنرى أنه سيكون هناك بلدان بعد بلدان ستتحدث وتنتقد وتتخذ إجراءات ضد إسرائيل نعم شكرا جزيلا سيد جوناس سكوستيدت العضو المنتخب بالبرلمان الأوروبي كنت معنا عبر الإنشانات من السكولم لك جزيلا شكرا